السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير النهاردة هنعمل البقسمات المقرمش التحفة اللي بجدة هيجبك جدا يلا نشوف مقدرنا ايه ونسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام انا معايا كبايتين من الدقيق انا بعمل باقل مقدير عشان سهل عليكي ان اي حد عايزي جرب بيقوم بسرعة ويجرب وتبقى حاجة خفيفة كده على ادكي جارافي تعمليها بسرعة وححط عليهم معلقة كبيرة من السكر ورشة ملحة حطها على الدقيق وكمان ححط عليها معلقة صغيرة من الخميرة نحفظ مع بعض كده ما قادرنا معلقة صغيرة من الخميرة معلقة كبيرة من السكر كبايتين من الدقيق بالكباية العادية اللي موجودة في كل بيت دي ام ويد وكمان حنزل عليهم بربع كباية من الزيت مفيش اسهل ولا ابسط من كده ياشرين كبري دماغ ما احنا بنشتريه جاهز من بره والله يا جماعة حاجة البيت طعمها حلوة قوي كمان بتدفي بيتك وولادك بيفرح قوي ان انسي عامل الحاجة من ادكي وكفاية مضافة حنزل عليهم بنصوا كباية من المية لو وحتاجت مية هزود الى عجينة بتاعت البقسمات بتبقى ولا طرية ولا نشفة قوي بتبقى ايه معقولة كده هنشوفو دلوقتي مع بعض بس بجد النتيجة طلعت حلوة جدا وعجب ما شاء الله اللي في البيت انا بعجن في الكبه بتاعتي دي بس باللي هو سلاح البلاستيك كله بلاستيك ما فيهوش معدن هو ده بيبقى سلاح العجن عايز تعجنيه على ايدك عادي جدا هتعجنيها بسرعة قوي وزي ما قدتك كده كوبايتين الدقيق هيتعجنوا معاكي في ثواني اول ما تلاقي ايدك ندفت والعجينة ندفت بس انا عايزها عجينة ما تكونش يبسة قوي يعني يبسة يعني تكونش نشفة تكون حلوة في ايديك كده تعجي تعجني فيها عشر دقايق هتطلع لك زي الفل اول ما تريد تنعم معاكي كده وإيدك تنضف والطبق ينضف خلاص كده بس كده حلم بقى الحاجات اللي حولينا كده ونجيب عجينتنا بصوا العجينة اهي ما شاء الله حلوة جدا شايفينها عاملة ازاي بس كده حدهم بقى الطبق ده مسحت زيت واحط في العجين بتاعي وها غطي وحسيبه ساعة يخمر ساعة ساعة ونص حسب درجة حرارة الجو اهو ما شاء الله بعد ما خمر بقى بالمنظر ده هتبتجي بقى تلمي العجينة طبعا رح تغيرت بقى بالم العجينة خمرت وكده اه بتلمي العجينة كده بنهبطها يعني ونطلعها من الطبق ونسمي الله دايما ونصلي على رسول عليه افضل السلام والاول مرة يشوف قناتي ونساش يفرحني واشترك فيها ويفعل الجرس على الكل علشان كل ما نزل فيديو جديد يوصولوا اشعار بي وتنسيش بلايك وتعليق حلوة منكم بجد تعليقاتكم بتساعدني جدا هعمل اي بقى هنا هبطت العجينة كده اهي العجينة كلها انا ما عملتش حاجة انا هقولكو اسهل طريقة عشان تعملوا بيها ببطت كده خلاص سهلة هوا يعني ما ترفعيش قوي وبعدين هتلف العجينة رول من غير ما تدهيني اي حاجة خالص بعد ما لفناها رول كده هتتلف معيك بكل سهولة هتبتدي تجيبي سكينة او قطع او قطعي العجينة على حيطة صغيرة علشان وحاولي على قد ما تقدر يعني تكون المتساويين بس متساويين مش متساويين مش مشكلة يا جماعة مش مهم يعني مش مهم المهم ان طعمها يبقى حلو كده وزي ما قلت ريك كده حتدق في بيتك ولادك حيفرح وممكن تديق ابنت كده حتت علينا يلعب بيها وتشاركيه يعني حيفرح جدا هنبتدي نقطعها وزي ما انتو شايفين دايما لما نعمل اي حاجة دايما بحيب اذكركم والله وذكر نفسي ان احنا نستغفر نختار اسم من اسماء الله الحسنة ونذكره متخيلوش قد ايه قد ايه هيفرق معاكو في حياتكو جدا اهو بقطعها بقاحة ولا على قد ما قدر ان هما يكونوا قد بعض التقطيع دي حتسهل علي كتير جدا انا كنت قبل كده بعمل بقسمات دا ما كانش بينجح معي يا شريم ما كانش بينجح معايكي علشان حرارة الفرن تخيلو هقولو دلوقتي ان درجة حرارة الفرن تبقى ايه وتخلي بالكو جدا انا اهو خدتها قطعة من العجيق انو ببتدي اعملها اه اعملها رول بايدي كده بس نوسع لنفسنا كده عشان خطر ايه اعرف ايه افرد بصو بمنتهى السهولة هتلاقيها بقت دايرة معايكي احنا كده كده اصلا اه اعملينها رول من قبل كده وحاولي كده بالراحة ودلوقتي بقى حنحط عليها السمسم ازاي يا شرين السمسم لازم يبقى مبلول بليته وغسلته حلو وبعد كده هنزل فيه بالعجينة بتاعت بقسمات بتاعتها بكل سهولة هتتحرك معايكي اهو شايفين وحروح على الساق بتاعي اللي انا دهنازيت وهحط فيه بس كده شفت بقى البساطة والجمال مفيش اسهل من كده هتقومي تعمليه بسرعة جدا وانشي وقافة بتعملي اي حاجات كده خمري العجينة واسيبيها لغاية نتخلصي حاجتك وبعد كده بتدي عملي اللي انا بعمله ده وشاركي ولادك معايكي هيتبسته جدا وحتاكل كده بالشاي وحاجة حلوة كده تفتري بيها ونضيفها وكفاية فعلا النظافة اهو زي ما انتو شايفين كده وحروح عابلله برضو تاني في البقسمات في السمسم قصدي واحطه في الساق بتاعي اللي انا دهنازيت بس مش كتير طبعا يعني ما ندهنش الساق زيت كتير بتمسحي كده بالزيت وبتبتجي ترسيه وتسيبي فرق بينهم انا صراحة ما سيبتش فرقة قوي اهو الساق بتاعي انا كنت سايبها فرق بس بعد كده قلت لا انا هحاول ان انا ايه انجز زياني عشان يقف صاج واحد بس مش مهم بما حصلش حاجة بس المفروض ان انش تسيبي يعني فرق بين كل واحدة والتانية علشان خطر لسه بيخمر وبيخمر تاني كمان في الفرن كنت عايزة وريكو طريقة تانية للي مستسعب اللف يعملها كده وبعدين يقوم لفيفها كده بس بس صراحة الطريقة الاولى اسهل بس انا برضو حبيت وريكو الطريقتين لو انش عايزة تعملي كده عايزة تعملي كده القريح لك بس اهم حاجة وانش بتقفليها بتقفليها كويس وتحطيها في الصاج على الحتة اللي انش قفلة منها على ظهرها اللي مقفول منها هي طب هي اللي من تحت اهو نعمل كمان واحدة اهو بوريكو العجينة وبنبتجي ان احنا عملها بكل سهولة وحتحس ان انش اول واحدة بتعمليها صعبة عليك بعد كده بتبتجي خلاص بقى اسهل 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 يعني فهم اي حاجة بتعمليها في الاول بتحسي ايه ده بعد كده خلاص ايدك بقى بتاخد بتخلطيهم بسرعة مفيش عشر دقايق كنت مخلصة كله ما شاء الله عارفين ساعات الواحد بيبقى نفسه في الحاجة ومكسل حتى ينزل يجيب او ما عندوش حد ينزل يشتريله فانا اعملها ما خدش معي اي حاجة اهو زي ما انتو شايفين كده هو ده المساحات اللي انا سبتها صار مفروض صراحة كنت سبت مساحات اكتر من كده دلوقتي بقى الحتة دي اللي هو خمر فيها وده ساعة ما طالع من الفرن شايفين بصوا ما شاء الله التسوية بقى التسوية انا بسويها على درجة حرارة 160 في الرفل في النص وبتسيبيها نص ساعة ساعة اللي تالت ما تقلقيش خالص سيبيه براحته خالص خالص وهو هيديك الناتج ده يبقى التسوية ضرورية جدا خلي بالك هي دي عامل النجاح لي احنا مش محتاجين نستعني نسيبه ويستوي براحته جدا بس كده ويلا بقى بعد ما قدمناه شايفين ما شاء الله هاش ومقرمش وتحفة وبالف وهنا وشفاء اللي هيعملوا ويجربوا اكتبوا لي بقى في التعليقات ولو جربتوا قول لي ايه رأيكم واسبكم في رعاية الله ومع السلامة شكرا